عاودت أسعار النفط ارتفاعها في مستهل تداولة الأسبوع الاثنين مع استمرار المخاوف بشأن شح المعروض سعدت أسعار العقود الآجلة لخام برانت القياسي العالمي تسليم جوان المقبل بنحو تسعة عشر مئوية لتصل إلى مئة وقمسة دولارات للبرميل كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط القياسي الأمريكي تسليمات ماي المقبل بنحو واحد في المئة لتتجاوز عتبة المئة دولار للبرميل وتراجعت أسعار النفط بنحو ثلاثة عشر في المئة الأسبوع الماضي في عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بيع ما يصل إلى مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر اعتبارا من ماي المقبل ترجمة نانسي قنقر